اشتركوا في القناة برج القوس لانه في خلو مسار طبعا القمر الان موجود في منزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية ساعة 29 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة موجودة في برج القوس وهي منزلة للصلاح والإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر بما انه موجود في برج العقرب من الآن لغاية ساعات الصباح معناته ما زالت تأثيرات برج العقرب بتأثر على جميع الأبراج في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا منحب بشدة أو بنكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدة الغيرة بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نعتمد أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأ ضعغط عاطفي بوسعنا شراء تأمين أو عمل تأمين أو بلويس التأمين قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم شراء بهت بالفترة هاي مناسب بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي ذكرناها بالأمس اليوم برضو رح نذكرها لأنها تأثيراتها يعني فيه إشي بنتاء اليوم آخر يوم إلو فيه إشي بكرة آخر يوم لإلو فما زالت مستمرة فأول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وطبعا هاي مستمرة لغاية يوم 21 أربعة هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 19 اللي هو اليوم آخر يوم لإلها طبعا هاي بتخلي شوي فيه عندنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وبتخلي من الصعوبة إنه نجد حل بعض المسائل كمان شوي بتخلينا ومندفعين أثناء القيادة بالسيارة زي تهور أو عدم تركيز وهاي بتسبب حوادث بتخلينا عصبيين المزاج بنرتكب أخطاه ونتهور وهي غير صالحة للشركات وفي هاي الفترة لا تعتمدوا على الحدث نهائيا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 24 هاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وكمان بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم 22-4 هاي اللي بتسبب بأعمال العنف والمواجهات اللي إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتزيد من التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين طبعا إلها مشاكل برضو على مستوى الطبيعة الحرائق والظواهر الطبيعية زلازل براكيم تعريه وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بالإرهاب أو إلها علاقة بالمشاكل الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين المشتري وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 25-4 وهي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة لبعض الأبراج وممكن بعض الموليد أو بعض الأبراج يقعوا في الحب من أول نظرة بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا مساء اليوم الاثنين فيه عندنا زاوية اللي هي وعندنا زاوية التزديس الإيجابية اللي هي بين القمر وبين بلوتو وهي اللي رح تصير الساعة 11.54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاثنين يعني قبل منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بصد دقائق وهي هاي زاوية اللي ما قبل خلو المسار وباستمرار هاي زاوية لغاية صباح يوم الثلاثاء طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 11.54 دقيقة مساء من المساء اليوم اللي هو أو قبل منتصف الليل اللي هو الاثنين على الثلاثاء بيبدأ خلو المسار وباستمر لغاية الساعة 22.16 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر ويصير في برج القوس طبعا هاي فترة تسمى فترة خلو المسار وهي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 22.16 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء القمر بنتقل وباستقر في برج القوس عشان هيك جميع الأبراج في هاي الفترة بشعروا بالابتهاج بيجدوا الناس أكثر مرحا بننطلق على سجيتنا بيتاجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل في الفترة هاي للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا في هاي الفترة اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما أو تجربة الحظ أو التخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم وطبعا رح تتشكل في ساعات الصباحية زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وهي تأثيراتها بتستمر لغاية ساعات المساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى ما يقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب لأتفه الأسباب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية أو من الآن لغاية ساعات الصباح الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبيض البروستاتا عظم العانة الجينات أما ما بعد ساعات الصباح بصير عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعا عادي ما فيه أي مشاكل بالنسبة للعمليات الجراحية يعني يوم مناسب لهاي الأمور ولكن ما زال غير مناسب لعمليات التجميل اللي هي العمليات الجراحية التجميلية من بعد بكرة اللي هو من يوم الأربعاء بصير يوم مناسب لأن الزهرة بترجع لسعودتها أكثر طبعا هذا اليوم مناسب للي بدهم يعملوا عمليات مثل الحقن أو معالجة البشرة هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا برضو اليوم مناسب ما فيه أي مشاكل لإله يعني إذا أكثر شيء ممكن يحتاج الواحد بيحتاج لبندول أو برسة مول حبتهن كل ست ساعات إن اقتضى الأمر لذلك بما أن القمر رح ينتقل ويصير في القوس معناه تخلوه المسار القادم رح يكون يوم الأربعة عشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الأربعاء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الخميس واحد وعشرين أربعة حتى تمام الساعة ثلاث واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لا برج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب ثمنتعشر يوم في تمام الساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة مساء بيصبح تساط عشر يوم نسبة الإضاءة خمس وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في العقرب الآن وفي ساعات الصباح بده ينتقل للقوس ورح يمكث في القوس لغاية يوم واحد وعشرين أربعة الآن هو سعيد بنسبة خمستاعش في المية ولكن مع ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات الظهر بيرتفع انتحاسته لنسبة أربعين في المية وبيكمل هيك لآخر النهر بالنسبة لعطارد في الثورة حتى يوم تسع وعشرين أربعة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات المساء يعني بعد العشاء تقريباً بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحوت حتى يوم أربع وعشرين خمسة الآن هو منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات المساء تقريباً بعد غروب الشمس بيصير سعيد بنسبة خمستاعش في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمستاعش في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة سعيد بنسبة خمستاعش في المية أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر ما زال موجود في البيت الثامن من الآن لغاية صباح يوم الثلاثاء عشان هيك بتظل إجواء لها علاقة بالأموال المشتركة ولكن ممكن تحسوا بأن الوضع بلش يتغير لصالحكم أهم شيء يعني مع شرط التحليب الليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم شيء أنك تتقبل أراء الآخرين بدون أي تحفظ اليوم ممكن تنشغل بمعاملة أو بملف أما من ساعات الصباح بتتغير الأجواء لأن القمر رح ينتقل للبيت التاسع وهو بيت حليف وقوي بالنسبة لإلكم في كثير من الحضوض فرح ينشطوا بعض موليد برج الحمل في السفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أجانب أو امتحانات أو تعزيز علاقتهم مع الأحبة أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور ما زال القمر موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها من أكثر أيام الشهر الضغط بالنسبة لإلكم فعشان هيك بتكوا تحاذروا من الخصام ما تعادي أحد اتجنبوا الخلافات كليا لأنه خصمك بالفترة هاي بيكون قوي وطباعك بتكون مش هادئة سريع الانفعال والتوتر ممكن تتعزز علاقتك مع الشريك أو تحمل بعض المصالحات من ساعات الصباح لأجواح تختلف تماما الوضع رح يصير أحسن لأنه التركيز رح يصير على الأموال المشتركة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة القمر ما زال موجود في البيت السادس لغاية ساعات الصباح عشان هيك ممكن تركزوا على بعض الأعمال الروتينية بترتاحوا لسير بعض الأمور بالرغم من كثافة العمل والضغط على العمل أو على الأمور الصحية عشان هيك بدك تراعي ظروفك الصحية لغاية ساعات الصباح ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال شوي ولكن مع ساعات الصباح القمر بصير مقابلك تماما فترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم إن كان بالمال أو بالعاطفة وبدكوا تحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور وإبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الجواء ما زالت جيدة ودعمل لكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بدك تستغل الفرص وتضع هيك مخاوفك جانبا مناسبة لتحقيق إنجازاتك أهم مش إنك ما تتهرب من مسؤولياتك الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر فترة ممتازة جدا وأكثر حظا طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فعشان هيك الضغط رح يصير على العمل وعلى الصحة فبتكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وتنتبهوا لأعمالكم لأنه عمالكم ممكن تتراكم أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال اليوم وتضطروا للعمل ساعات إضافية أهم شيء تبعدوا عن المشاكل ما بينكوا بين الأحبة أو زملائكم بالعمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد القمر ما زال في البيت الرابع اللي هو بيت العائلة لغاية ساعات الصباح أهم شيء تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقراركم بتنهمكوا بحل مسائل عائلية أو شخصية أو بيتية ممكن تصليحات أو ترميمات أو مشتريات وشوي بتكون قلق وممكن تتدمر لأقل إشارة في ساعات الصباح الأجواء رح تختلف تماما إلى صالحكم فتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة فيها انفراجات وفيها تطمينات فيها رومانسيات يعني الأجواء بتصير إيجابية ودعمة وحليفة لإلكم خلال الأيام الجاية بدكوا تستغلوها برج العذرة ما زال النشاط مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح فممكن اليوم تقدم امتحان أو سفريات تنقلات اتصالات أو تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة أهم شيء أنك تعبر عن رأيك فاوض بجراءة لأنك اليوم بتتميز أنت بسرعة بديها عالي جدا وعند قدرة على إيجاد الحلول ولكن بدون انتقاد وبدون عصبية من ساعات الصباح الأجواء رح تركز على البيت على العائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهكم أهم شي ضبط الأعصاب ما تحاولوا فرض السلطة أو سيطرة على أفراد العائلة وما تهملوا المسؤوليات المطلوبة منكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا المعنويات عندكم قوية ورح تتحسن أكثر وأكثر وبتقوى الثقة بالنفس أكثر من الآن لغاية ساعات الصباح وبتختفي الهموم وبتطمئن الهواجس أهم شي إنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو هدية مثلا أو تهتم ببعض الفوتير أو سداد بعض الديون وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح تختلف الأجواء تماما لصالحكم فرح تنشطوا بالاتصالات بشكل كبير السفريات وما يتعلق فيهم ممكن تهتم بسيارتك تصليح ترميم أهم شي تنتبه أثناء قيادتك للسيارة بدك تكون أكثر وعي على الطرقات وأثناء حواراتك عشان ما تنفهم بشكل خطأ برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بدون ينتقل لبيت المال فمن الآن لغاية ساعات الصباح بتستعيد حماستك أكثر وبتنطلق في تنفيذ خطأ أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف عندك بشكل أكبر وبتزدهر اللقاءات ممكن تنجح اليوم أو تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة ممتازة جدا أنت مقبل عليها طبعا في ساعات الصباح رح يركز الوضع تركز أنت بشكل أكبر على الأمور المالية فرح تنهمكوا بضبط ميزانيتكم أهم إشي أنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن لغاية ساعات الصباح القمر موجود في بيت متاعبكم في العقرب عشان هيك بدكوا تبتعدوا عن المغامرات والرهان والحظ ممكن تتعانوا من تراجع في الأرباح في المعنويات في الحيوية أهم إشي أنكم ما تجازفوا بسلامتكم لأنها فترة فارغة من الحظوظ من الآن للصباح وممكن تشعروا ببعض التعب أو تراجع في الصحة أو يعني نوع من أنواع الضغط أو فقد الطاقة ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر بتجد أنه بلشتوا تمتلؤوا بنشاط وحيوية أكثر بتنقلب كل الخيارات لصالحكم والتوجهات بتصير بتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجدي ما زالت الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن بتكون تستغلوها لإتمام كل الأمور المهمة والضرورية قبل ساعات الصباح لأنه من الآن للصباح القمر موجود ما زال في منطقة حليفة لإلكم ولكن مع ساعات الصباح بيصير في بيت متاعبكم بتصير فترة سيئة عشان هيك من الآن للصباح فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس الوقت لإعلان رأيك أو للحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم اللي انتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تحسموا أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لبرج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة بتكون تحافظوا على هدوءكم حاولوا انكم ما تعملوا أي مشاكل ما تخلفوا القوانين فترة مهمة بتمتحنكم أهم شيء انك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء حافظ على هدوءك وتمسك بمسؤولياتك خلي علاقاتك جيدة مع محيطك في هاي الفترة من ساعات الصباح الأجواء رح تنتعش أكثر وتصير الطاقة أكثر فرح تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء أو حتى يعني هيك يكون في مناسبة عندك انت الأجواء جيدة ودعملة إلك بتصير بقوة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح بتظل حماستك قوية وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر فترة ممتازة جدا بالنسبة لإلك بتكون الفترة هاي نشطة فيها كثير من المشاريع أو الحركة أو الاتصالات فترة جيدة وبتشكل لك محطة للانطلاقة بورشة جديدة أما من ساعات الصباح القمر رح ينتلق للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة فعشان هيك بتكوا تحافظوا على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل في ساعات النهار أهمش انكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء ابعدوا عن أي شيء بشوه السمعة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء